اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث هراقي بعد ضجة كبيرة لشهور طويلة عن سعر الدولار وارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي انخفض قيمة الدينار العراقي بعد مناقشات كبيرة وكذا قالوا ان السودان يحل الموضوع وسوى سعر الدولار مقابل الدينار خفض الدولار وصار 1328 طبعا عندما اعلن انه سعر بعد ان كان معارش قيد 1700 معارش قيد قالوا 1320 وقادل يخفض التضخم والمعرف منه المساعدة الفقراء والمدرئيش والضبط العملات والتهريب والمدرئيش كلام كبير وقالوا انه ضبطنا الامور وهي الاموال امريكا اتهمتهم وقالت انه هتوقف واتهاماته كثيرة ومصائب كبيرة وتهريب الاموال الى ايران قالوا انه ضبطنا الامور طيب شون ضبطتوها؟ قالوا ضبطناها انتهت والبنك المركزي واذا به البنك المركزي طبعا دعوني اقول السوق يعرفون هذا الموضوع ربما سعر الدولار في السوق السوداء اللي هي السوق الحقيقي وما السوق السوداء هي السوق الحقيقي دعاك من البنك المركزي سنتحدث عن البنك المركزي سعره لم يقل عن 1500 دولار 1500 دينار للدولار الواحد ماكو ايه في 320 ماكو ايه في 1560،1600،1700 ماكو اعرفش قد يزيد وينزل المهم هو في 1500 هذا الرين جماله 1500 وكذا وهكذا طيب وين الخلال في هذا الموضوع ماكو ايه خلال البنك المركزي عنده عنده نظام معين يبيع بالدولار يبيع بالدولار ينزل الدولار هذا اللي يجينا بعدها نبيع النفط ويروح للبنك الفيدرالي الامريكي ودزوننا مدرج قيد وحتى نستورد ونشتغل الحكومة وشتغل دولار البنك المركزي عنده فلوس ينزلها للسوق حتى التجار على اساس يشترون ويبيبضة باعتبارنا بلد مستورد احنا كل شي ما عندنا لا زراعة ولا صناعة ولا كل شي ما عندنا من يشتري الدولار هذا؟ يعني طبعا مبيعات البنك المركزي مو مبيعات عادية يعني يومية 230 240 250 350 350 مليون دولار هكذا تباع من يشتري هذا؟ يعني من له القدرة على ان يقف بالسوق في سوق تسيطر في بلد تسيطر عليه الميليشيات والاحزاب التي لديها ميليشيات والبندقية تحكمها والفساد والخراب من الذي يستطيع ان يشكل ان يؤسس بنقا ومصرفا واستطيع ان يشتري ويبيع بالدولار من؟ بالمنطق هكذا هي القوى الحاكمة لا يمكن هذه قضية بأموال كبيرة 300 مليون دولار يوميا يجيب البنك ينزلها وعلى اساس يشتروها ويشتروها يأخذوها من البنك بسعر 1310 ربما يعني بالاخير طلعت على ان يبيعهمها ب1310 أو حتى ب1320 بس هم يبيعهمها ب1310 وال305 ونفترض ب1320 مثل ما تقول الحكومة مثل ما يقول السوداني انه سويت الدولار هؤلاء يشترون الدولار بهذا المبلغ ويرجعون يبيعوه في السوق السوداء باستبدلوه بأموال عراقية بسعر 1500 فما فوق هذا الفرق فرق السعر بالدينار لكل دولار عندما تحسبه على مبالغ من هذا النوع 300 مليون دولار يوميا 220 دولار 230 دولار ما عرفوش قد هذا المبلغ يعني يوم كان يوم 15 أو 14 بهذا الشهر هو على المبيعات 217 مليون دولار 949 ألف دينار و90 دولار يعني 217 مليون 949 و90 طبعا هاي 949 سحوبات على اساس نقدية هذي اللي زافرون وكذا والباقيات كلها 209 حوالات هاي حوالات للبنوك و 296 هاي 269 ألف دولار هذي نقديا دفعات نقدية يعني صحوبات نقدية اللي سافرون ما عرف منه صحوبات نقدية اللي استفادوا معتها وهكذا المبالغ تعود إليهم وهذه البنوك تابعة إلى حزاب وقوى وشخصيات وكتبتها الصحافة الفرنسية اكتبها مركز فرنسي متخصص بالاقتصاد قال إنه كل الشركات وكل البنوك وكل الشخصيات التي يعني أثرت خلال هذه العشرين سنة هي تابعة لأحزاب السلطة وقوى السلطة وهي تأتمر بها برلمانين ووزراء أحزاب قيادات أحزاب ميليشيات هم الذين ذو المتحكمين فهذه الأحزاب هي التي تشتري هم المواطنين يشتري هذا المبالغ 300 مليون دولار يومياً وكذا فرق السعر مثل ما تحدثت أحد النواب في مجلس النواب تقول فرق السعر فقط يشكل 21 مليار دولار سنوياً في عام 2023 21 مليار دولار هذه من تذهب كلها أرباح لهم فرق السعر 21 مليار دولار هذه كلها تذهب إلى إيران وغير إيران والفسادهم لخرابهم فهذا الوضع الذي يقولون أنه سيطرنا عليه ووضعنا ضوابط الاقتصاد وعدنا وزارة وعدنا بنك مركزي وعدنا ما هذا الفساد والخراب مؤسسة كاملة ترعاه كل أحزاب السلطة وترعاه كل العملية السياسية مصارف وبنوك وشخصيات وناس لها بسقوط وأربطة ومرتبة كلهم ممثلين كلهم نفس الديكور لغرض السدقة والفساد من يسيطر على سوق التصريف دينار سوق شراء العملة هذه الميليشيات وهذه البنوك التي هي واجهة للميليشيات وواجهة لأصابات وواجهة لهذه الأحزاب وواجهة بالتالي لإيران وهذه أموال العراق تذهب بهذه الشكل فقط أرباح الفرق بالسعر 21 مليار دولار سنويا العام 2023 كانت 21 مليار دولار أكثر من 21 مليار دولار فلاحظوا الذين يتفجحون بالوطنية وبالسيطرة وخطط المالية والاقتصاد والأدوات المالية التي يعني أدت إلى نجاح مدرد ها كذبة كبيرة وبالتالي العراق من سيء إلى أسوأ وأموالتها بالآن بطريقة أكثر لصوصية أكثر أكثر فيها أكثر براعة ومحمية أكثر وبالتالي هذا الوضع لما تسرق نفس الشيء وفرق المواطن يدفع الفرق وهي كل من أموال العراقين من هاي ذلك في فترات معينة ما عدهم يعني نقد عراقي بالسوق يحاولون أن يطبعون ومعارضات وراحت هالكمية هالكمية من النقد الكبيرة الكتلة النقدية الكبيرة من ال من الدنار العراقي وراحت ويدورون عليها وإذا هي ببيد هذه الأحساب وبيد هذه البنوك وبيد هذه المصارف التي تتصرف بها لشراء لشراء الدولار بسعر أعلى والفرق يعود إليه وإذا بالفرق أكثر من 21 مليار دولار هذه فقط السرقات من هاي أما التهريب بحوالات ومعرف منه باتجاهات هذه حدثوا إلى حرج فبالتالي أموال العراق تذهب بهذا الشكل وتنهب بهذا الشكل وتحدثون عن اقتصاد ونمو وتحسن في الوضع هذه كذبة كبيرة الحقيقة ومحاولة للتغطية يحلى أن العراق يغرق غرقا كبيرا الفساد العراق يعني هناك مؤسسة واحدة تعمل في العراق بشكل مضبوط والكل يخدم هي مؤسسة الفساد هذا واقع الحال وهذا ما في ثلثة الأيام وتثبت كل الخطوات التي تجري في العراق وأموال العراقي لذلك أعداد الفقراء في العراق تزداد أعداد العاطلين في العراق تزداد أعداد المرضى انهيارات في البنى التحتية كلها لأن أموال العراق ليست للعراقيين للصراق والجول الخارجية وهو الهيران شكركم أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم